المتغطي بالامريكان اريان يعني اللي يصبر على تصريحاتهم كده ويستنى كم سنة هتليه اقولك التصريح دوت وبعد كم سنة يقولك عكسه تماما وبنفس الحماس وبنفس الدافع فأيام مبارك قاعد يعيبه على مصر وقاعد يقولك ايه لازم تمكين للشباب والشباب هو الامل والمنافلة والمرزبة وكل الكلام الفارغ دوت بعد كنت فرج على الانتخابات اللي بتحصل عندهم دلوقتي هتلاقي جوز جوز العنب الاتنين واحد وير وير كده تمانيناية ده قايم بدور البلطاجي وعايز ايه يسبت الخليج ويسبت اوروبا ويسبت افريقيا ويرفع عليهم مطاوي كلهم ويعمل لجنة في الشرع ويبتدي ايه يلم يعني اتاوى وخلاص على كده والتاني عم بايدن الله يرحمه يعني معدت 800 سنة بقاله كتير وبعدين هو مات كتير قوي فروحه يا حبيبي صغرة كده بيتعمله زي البطارية الالم وخلاص عضعتها لما جبت اخرها فهي يا دوبك بتقوم وبس علشان يقول اربع كلمات ويرجع يتريم على الارض وبعدين كانوا بيعيبوا برضو على الدول الشرق الهوسط ويقول لك بيحبسوا المعارضين والعايزين يترشحوا للانتخابات والكلام الفاردة فترامب راح مرزوح حق سبع تلاف سنة قبل الميلاد هيتحبسهم لحد ما الديناطورات ترجع مرة تانية تزهر على الارض وقبلها كمان الانصار بتوعوا دخلوا عالبيت الابيض روقوا وقلبوا اللوح وخدوا الجزامة والشيفونير الحاجات كتير جوة تقلبت يعني بس دي الدولة بقى الكبيرة بقى اللي بتقود العالم وعمل زومبليتة كلها ده خليتوا ايه اللي حوش اللي تحت اللي احنا هنتراوها ونشوف حلويات جامدة اول فترة الجاية يلا بالشفة